تحية عادرة لكل مشاهدات ومشاهدي حصتكم الاجتماعية أرشديني سعداء بتلقي استرسالتكم والإجابة عنها في هذا الفضاء ننتقل الآن مباشرة إلى أسئلتكم بدءا بأم مهام وحران تقول اتصلت امرأة بزوجي أصبحت المشاكل كثيرة كثيرة بيننا حتى طلبت الطلاق منذ ذلك الحين فقدت الثقة فيه لا أستطيع أن أمحي ما فعله معي رغم أنه أقسم لي بأنه لا يعرفها غير أن حياتي الزوجية تغيرت بفقدان الثقة ساعدوني ماذا أفعل أمها من وحران موضوعنا اليوم هو الشك الشك في العلاقة الزوجية هناك غيرة صحية هناك غيرة مرضية تتطور حتى تصبح الشك قاتل سم قاتل يهدم العلاقة الزوجية في رسالتك أمها اتصلت امرأة بالزوج ممكن أخطأت وهو أقسم أنه لا يعرف هذا المرأة ثاني شيء حتى لو كان الاتصال الهاتفي وكان أرتكب هذا الخطأ لكن طريقة تعاملك مع زوجك التي جعلت مشاكل أسارية كثيرة بنتكم وصلت حتى الطلاق حتى أبغض الحالة عند الله يعني عندما نرى أن هذا الاتصال الهاتفي خلاك تقري أنك تنفصل على زوجك نقول أنه العائق نفسي عندك أمها هذا الشك الذي أصبح ويسويس قهري يدمر نفسيتك إذا لم تكن الثقة موجودة بين الزوجين هنا ننذر بضمار العلاقة الزوجية زوجك برر وأقسم لك أنه لم يخطئ حتى لو كان هذا خطأ لا نتصرف بهذا الشكل يجب علينا أن نحافظ على العلاقة الزوجية القدوسية عليك أن تحافظين على هذا الزوج تقولي في رسالتك خلاص لا أستطيع أن أمحي ما فعله كل هذه الوساوس والأوهام وهذا الشكل الشك كبر عندك خلاص يعني أصبح هو من يسير تصرفاتك وأقوالك وأفعالك أمها من وهلان لأنه الشخص اللي يراه في حالة شك دايما يعيش في حالة توتر نفسي أقواله سلوكاته أفعاله تكون غير سالمة وغير متوازنة لأنه نبدأ أي كلمة أو أي تصرف نقوم به مع زوجي راه بناء على الصورة النمطية السلبية اللي راهي في مخيلتي قنعت نفسي أنه هذا الزوج خائن راهي تقومي هنا بدور الشرطي والعلاقة الزوجية إذا أصبحت علاقة فيها شك عدم ثيقة الحراسة المستمرة الغيرة المراضية كل شي جميل بين الزوجين سيقول سيذوب سيندثر بمرور الوقت نعم يروح راكي تقولي خلاص ما قدرتش يعني يشوفي أنت ونوصلت يروحك أمها بلحظة الشك اللي راهو مستولي على أفكارك عليك أن تتداركين الخطأ ويبدأ هذا من عندك بقوتك وبإرادتك ببحثي عن إيجابيات هذا الزوج أكيد أنه اخترت زوج فيه إيجابيات هذا شريكك هذا سندك هذا نصبك الثاني لازم أنت تكون عندك الإرادة عندما تتغلب عليك هذه الأوهام والأفكار في تلك اللحظة حاولي أنك تقضي عليها الشغلي نفسك بأمور إيجابية أنت خلي السعادة عريمة في بيتك حاولي أن الجو الأسري هذاك تخلي جو فيه تواصل فيه استقرار فيه مزح فيه ثقة وإذا كان الزوج هذا أخطأ المرأة الذكية الحكيمة اللي تقعد وتتواصل معاه المرأة الحكيمة اللي تبحث ما هي الأسباب هل هناك نقائص من جهتك لماذا أصبحت العلاقة بهذا الشكل وتتواصل مع الزوج بطريقة حكيمة يعني ليس بالصراخ وبالعنف اللفظي لأنه إذا اعتمدت المرأة على هذه الطريقة تقول لك بهذه الطريقة يعني رايح خلاصة لا يعترف أو سأحافظ عليه هذه الطريقة ستخلق مشاكل أسرية ستخلق توطر هذا العنف اللفظي يتطور يصبح لا احترام إذن أمها كل هذه الشكوك هي أوهام كبرت هي أفكار أنت تبنيتيها وآمنتي بيها ولهذا أنا أقول أنها تسلطت عليك هذا الأفكار هي اللي راي تسيرك وهذه الأفكار خلاتك تفقد الثقة فيه تداركي هذا الخطأ الجلسي اختاري الوقت المناسب وقولي للزوج أنا أعاني من غيره مرضية من شك شوف لازم تفهم إلى آخره بطريقة سليسة بأسلوب هادئ وسليم تأكدي أن زوجك سيحاول قدر الإمكان ألا يثير هذه الغيرة أو هذا الشك لأنه أكيد هو كذلك يسعى للحفاظ على بيته وعلى زوجته ومأبناءه وعلى استقراره الأساري الشك في الأخير نقول لكل المشاهدات والمشاهدين كذلك أن الشك يدمر علاقة الزوجية أن الشك يدمر لك نفسيتك وعندما تدمر نفسيتك حتى تفكيرك رح يكون تفكير غير سليم دائما لو كان رح يحدثهاك ممكن رح يحدثهاك تلك الأسئلة والتساؤلات اللي كلها أوهام في أوهام أكيد رح تخلي علاقتكم الزوجية ممكن أنها تصل حتى إلى الطلاق الآن نتوجه مباشرة إلى فريال من مستغانم فريال تقول في رسالتها أن بيتهم تعرض للسرقة من طرف مجموعة مجهولة تقول أنه تم سرقة دراجة أخي لم نتعرض إلى أذى المهم منذ ذلك اليوم أستاذة وأنا أعيش خوف رهيب أنا وأمي لا نالام أصبت بالأنيميا بسبب قلة الأكل والنوم مارثت كثيرا أصبحت أتخيل أنهم ممكن أن يدخلوا إلى بيتنا مدججين بالأسلحة ونتعرض بعدها إلى أذى يعني ممكن أنهم يقتلون أو المهم رسالتها مطولة فريال من مستغانم أي فرد عندما يتعرض إلى السرقة نفسيا يشعر بعدم الثقة اتجاه محيط اتجاه الآخرين هناك يعني من يصل أنه يفقد الثقة في كل أطياف المجتمع هناك من أكيد يشعر بالمهانة يشعر بالعامية بالحجرة يشعر بالخوف هذا الأذى النفسي جراء سرقة يعني هناك من يتعرض إلى سرقة ولو شيء بسيط حالة النفسية تتأثر لفترة فما بالك أنكم كنتوا في البيت راقدين دخلت مجموعة والرسالة كانت مطولة وقلت أنه لم يتم القبض عليهم أو التعرف عليهم وكذلك قلت أنهم كانوا ملثامين يعني إلى حد الساعة لم يتم القبض عليهم لذلك هذا الخوف الذي يرى هو تعيشيه أنت والوالدة أنا أقول لك حاجة أول شيء تقبل الواقع لازم تعرفي أنه تعرضت إلى سرقة تقنعي نفسك لأنه عندما نتقبل الواقع الذي فرض علينا هنا جزء من التوازن النفسي التقبل دائما عندما نتقبل وفاة شخص عندما نتقبل سرقة عندما نتقبل أي صدمة أو أذن تعرض له هذا الشيء رح يساعدنا في الخروج من الأزمة النفسية كي تتقبلي مع أخذ الاحتياطات الحل بيدك لازم ترجعي نظرتك الإيجابية ما لازمش تخلي أنت في ريال ركي خلاص حياتك اقتصرتها في أنه دخلوا سرقين للبيت دهو دراجة خوك ستعرضين إلى الأذى خليتي حياتك رهي في رواق مظلم خلاص هل في حياتك موجودة فقط هذه الحادثة السريقة كل إنسان يتعرض إلى مطبات في الحياة الحياة محطات فيها مصاعب فيها أزامات فيها انتكاسات فيها خيبات أعتبر أعتبر انتكاسة من انتكاسة الحياة مطب من مطبات الحياة لازم تقول لنفسك أنه لست الوحيدة التي تعرضت إلى السريقة لازم تقنعي نفسك أن هذا السريق ليس بالقوي بل من تسول له نفسه أن يتعدى على حرومات البيت وهذا يعني مرفوض دينا وقانونا هذا إنسان ضعيف لأنه من يدخل للبيت ويتعدى على ناسه من يام ليس بالشخص القوي أو المتوازن كذلك لازم تكون عندك قناعة أنه هذه الحادثة بإذن الله بعد ما تم إبلاغ المصالح يعني لازم الأمور المفروضة لازم تقومي بها ردود الفعل أنا ذاك هي الاتصال بالشرطة بالأمن هذا الشي قلت قمت به خلاص يعني الاحتياط تم أخذه تم إبلاغ المصالح الأمنية لازم تقتنعي أنه صح تعرضت إلى السرقة عيشي هذا الفترة أنت ما اقتنع إخلاص أنت ما تقبلتش أنك تعرضت إلى السرقة ما زلت هذه الصدمة بالعامية ما زل ما نضتش من الصدمة أنه دخلوا لكم السراقين لهذا في رسالتك قاعدت تقولي يعني الحمد لله لم نتعرض إلى هذا لم نتعرض إلى هذا الحمد لله ما تعرضتش إلى هذا خلاص هذه قلت دينيها في خانة هي محطة من محطة حياتك خرجت منها سالمين الحمد لله بعدها هذه الخانة تضعينها على جنب وتركز على اهتمامات أخرى في حياتك لأن أنت الآن قلة النوم والأكل في الرسالة المطولة اللي اختصرتها قلت بعد التحالي إلى آخره وصبته بآنميا حتى الوالدة نفس الشي يعني أنت الوالدة أنت تقومين بإسقاط توترك وضغطك النفسي وحالتك من الإحباط والخوف إلى الوالدة يعني الآن من السند بالنسبة لك ومن السند بالنسبة للوالدة كل إنسان هذه الأسرة عندما تحدث له أي مشكل كان إنسان حثت له وفاة قريب أو فقدان أحد أو سريقة أو مشاكل مادية يجد السند من الأسرة ثم من الجينان ثم من الأسدقاء لكن أنت الأم اللي رهي معاك وعاشت معاك تلك اللحظات وعاشت ونفس الخوف ونفس الأذى النفسي راكم نعايشين في نفس الحالة النفسية إذن من يساعد الآخر أنت راكي أقوى راكي صغيرة في السن في ريال ومجرد يعني بحثك عن الحل وخروجك من هذا الحالة النفسية إحنا نعتبره نصف العلاج لأنه من يبحث أن يخرج من هذا أنا نقول هذا القوقعة اللي هي قوقعة الخوف إن شاء الله تتعديها بإرادتك أكيد إحنا مستلمين الإيمان بالقضاء والقدر تعزي الوازع الديني الحمد لله يعني عندنا عندنا القرآن هو شفاء للصدور نتقربه من الله بالأدعية وتعرفي وتقتنعي أنه حدثت لكم السرقة في البيت ها هو وش حدث الحمد لله هنا من تأذى جسديا وإن شاء الله راحت تمري هذه المرحلة لأنك قوية أكيد في نهاية الحصة أشكركم متابعين الأوفياء وأشكر كذلك الطاقم العام على حصة أرشيديني ملتقان بإذن الله في عدد مقبل من حصتكم أرشيديني